في الصين شددت السلطات إجراءات الإغلاق في مدينة شيان وأطلقت جولة جديدة من الاختبارات الجماعية لتحديد المصابين بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت الإصابات اليومية 150 حالة لليوم الثالث على التوالي وسجلت السلطات 175 حالة إصابة يوم أمس الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في المدينة الواقعة بمدينة تشينشي إلى 810 حالات بحسب بيان للحكومة الصينية